وعودوا مشاهدين إلى جولة رئيس الوزراء التفاقدية بمحافظة بورسعيد حيث ينضم إلينا مراسل تلفزيون المصري كريم بيبرس المصاحب لجولة رئيس الوزراء كريم اطلعنا على أبرز ما تفقده رئيس الوزراء خلال الجولة خاصة أنه أوضح خلال كلمته الفارق ما بين بورسعيد الآن و بورسعيد من قبل نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل منذ صباح اليوم بدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولة خاصة بمحافظة بورسعيد لتفقد عدد كبير من المنشآت والمصانع وأيضا الطورات الأخيرة التي تخدم المواطن المصري بشكل مباشر بدأت الجولة صباح اليوم بديوان عام محافظة بورسعيد حيث بدأ الدكتور مصطفى مدبولي واللواء عادل غضبان محافظة بورسعيد بجولة داخل ديوان المحافظة بعد أن تم تطويره بالكامل بالإضافة لنقطة هامة وهي شبكة الطوارئ الشبكة الخاصة بيئة الطوارئ والسلامة العامة هذه الشبكة التي كانت أطلقها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021 وهي أيضا المنظومة التي تربط جميع المرافق العامة لتخدم المواطنين من الحماية المدنية من الإسعافات من حتى الشرطة لتتم ربط كل هذه المرافق ببعضها البعض لاستقبال البلاغات للتعامل بشكل مباشر مع المواطنين ثم بعد ذلك أيضا تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مركز جديد تكنولوجي ومركز خاص باستخراج الخدمات الخاصة بالمواطنين واستخراج البطاقات الرقم القومي واشهادات الميلاد أيضا مركز جديد تكنولوجي تم تطويره بالكامل ثم بدأ بعد ذلك جولة دي المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد هذه المنطقة الصناعية شملت عدد كبير من المصانع منها بعض المصانع التي تم تطويرها بالفعل وبعض المصانع التي تم إنشاؤها جديدا وبعض المصانع التي جاري العمل على إنشاؤها منها المصنع الخاص بالإلكترونيات والشرائح الكهربائية واللدات هذا المصنع متواجد بالفعل منذ فترة طويلة ولكن تم تجديده وتم أيضا فتح فرص جديدة للعمالة للشباب ولأيضا للبنات هذا المصنع يشمل صناعة الليد صناعة كشفات الكهرباء صناعة الكشفات الخاصة بالإضاءة في الشوارع بداية من الصناعة من أول نقطة في الصناعة حتى التجميع الكامل والاستخدام المباشر ثم بعد ذلك كان هناك أيضا مصنع أربع أرض لعدد أربعة مصانع هذه المصانع هي مصانع خاصة بالملابس الجاهزة مصانع خاصة بالتكنولوجيا الكهربائية أيضا مصانع خاصة بالبيتروكيميويات والأنشطة الهندسية أربع أراضي مختلفة لأربعة مصانع جاري العمل على إنشاؤهم ثم أيضا كان هناك مصنع خاص بالمفروشات تم تطويره بالفعل وهو مصنع مصري بالكامل ولكن أيضا تم تداخل الآن جزء من القطاع الخاص وضمن استراتيجية كبيرة لتخارج القطاع الحكومي وزيادة استثمارات القطاع الخاص بعد التطور الأخير في البنية التحديية التي شهادتها مصر خلال الفترة الماضية والحوافز المختلفة كما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي هذه الحوافز الخاصة بالمستثمرين وأيضا تتوفرها للمستثمرين المصريين والأجادين وأيضا شملت الجولة بعد ذلك افتتاح أو عفوا زيارة تفقدية لستاد بورسع استاد المصري ببورسعيد هذا الاستاد الذي تم إنشاؤه من جديد لعادة تطويره تم بالفعل زيارة تفقدية لهذا الاستاد وأخيرا كنا هنا في المساحة ميدان الساحة وهذا الميدان الذي كان من قبل مكانا للعشوائيات والباعة الجائلين وكان منظر غير حضاري على الإطلاق تم تطوير هذا الميدان بالكامل وأيضا تم تطوير ممشة دليسيبس الخاص بهذه المساحة تم تطوير الممشة وأيضا الساحة وتم تفعيل أماكن جديدة للباعة الجائلين يكونوا متواجدين لبيع منتجاتهم بشكل رسمي بالتوافق مع محافظة بورسعيد ولكن أيضا بعض هذه الخدمات كانت مباشرة للمواطن المصري ضمن التوجهات الأخيرة بمبادرات لخفض الأسعار الخاصة بالمنتجات الأساسية من الأرز وبعض الخضروات التي كانت أسعارها ترتفعت في الفترة الماضية قمنا بزيارة أيضا دكتور مصطفى مدبولي لأحد الأسواق الكبيرة في بورسعيد وأيضا لأحد المتاجر الكبيرة في بورسعيد ورصد الاهتمام وتنفيذ المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار وصل كيلو البصر الذي كان عليه مشاكل كبيرة في الفترة الماضية وصل إلى 20 جنيه وهذا تخفيض كبير بالنسبة للفترة السابقة أيضا الطماطم وصل الأسعار لخمس جنيهات لذلك عدد كبير من التخفيضات للسلع على السياح حتى منها الأرز وعدد آخر من السلع على السياح كانت هذه ربما نظرة عن الجولة الكبيرة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عادل غضبان ومحافظة بورسعيد لمحافظة بورسعيد أشكرك جزيلا كارين بيبرز مراسل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة من بورسعيد